بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم اعزائي الطلاب في مراجعة الفصل الثاني الحركة والقوى والالات ومع السؤال الاول اي مما يلي يقلل الاحتكاك نتذكر سويا عزيزي الطالب ان الاحتكاك هو قوة ممانعة نعم احسنت تنشأ بين سطوح الاجسام المتلامسة وهي تتأثر بعامل هام جدا وهو خشونة السطح فكلما زادت خشونة السطح زادت قوة الاحتكاك وهذا يقلل من حركة الاجسام والعكس صحيح اي انه كلما قلت الخشونة اي اصبح السطح املس كلما قلت قوة الاحتكاك اذا اي مما يلي يقلل الاحتكاك هل السطوح الخشنة ام السطوح الملساء ام زيادة السرعة ام زيادة مساحة السطح نعم بناء على ما شرحنا الان عزيزي الطالب فان الاجابة الصحيحة هي السطوح الملساء اشتركوا في القناة